دشنا للوكيل المساعد لمحافظة شبوى علي الكندي الدورة التدريبية لبناء قدرات السلطة المحلية بالمحافظة في مجال التخطيط الاستراتيجي التي ينظمها الصندوق الاجتماعي للتنمية بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 24 مشاركا يمثلون رؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس المحلي بالمحافظة وقيادات إدارية ومنظمات المجتمع المدني وأكد الوكيل علي الكندي أهمية برامج التدريب للقيادات الإدارية بالمحافظة منوها بضرورة اتباعها لمنهجية التخطيط الاستراتيجي في إعداد خطط ومشاريع تنموية بالمحافظة من جانبه استعرض مدير عامكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة الدكتور عمر باحوميد أهداف الدورة مؤكدا على دورها في إعداد مصفوفة مشاريع التنمية والرفع بها إلى منصة إلكترونية واحدة هذا اليوم دورة التخطيط الاستراتيجي هذه الدورة في محافظة شبوة تاتي ضمن مشروع بناء قدرات المحليات استعدادة لعادة العمار في اليمن هذا البرنامج مول من مجموعة من المانحين وتنفيذ السنوق الاجتماعي للتنمية ومن خلال هذه الدورة سنتعرف على الأساسيات التي من خلالها نستطيع أن نعد الخطة الاستراتيجية في المحافظة وهذا البرنامج بحسب ترتيبة استدعي بعد أعداد الخطة الاستراتيجية للمحافظة أن ترفع إلى الصندوق الاجتماعي ووزارة التخطيط والتعاون وهناك منصة أكترونية يتم عدادة في التنسيق ما بين الصندوق والوزارة ستدرج الخطة الاستراتيجية للمحافظات التي تشملها هذا البرنامج حتى تكون متاحة للتسويق لدى الجهات الدولية